الله الذي خلقنا في أحسن تقويم وربانا على مواعد بره وخيره العميم لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من استمع القول واتبع أحسنه أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلكم نارًا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاز شداد لا يعسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون روا بن جرير وابن المنذر أن ابن عباس رضي الله عنه قال في معنى الآية اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من النار وروي أن علي رضي الله عنه قال في معناها اعملوا اعملوا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم أيها الإخوة المؤمنون إن من شب على شيء شاب عليه غالبا فمن نشأ أولاده على الأخلاق والمصل الكريمة في الصغر سر وانتفع بهم في الكبر وإن نعمة الأولاد نعمة كبرى ومنتها من الله منة عظمى أنعم الله بها وامتن بها ألا من أعطاهم إياها المال والبنون زينة الحياة الدنيا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا وإن العاقل الذي أوتي هذه النعمة ليدرك أن استقرار هذه النعمة واستمرار أثرها على الإنسان في محياه ومماته بتوجيه التوجيح الذي أمر الله به في قوله جل ثناؤه يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلكم نارا وقوله سبحانه وأنذر عشيرتك الأقربين الآية والبعد كل البعد عن التساهل والتفريط في شأنها فإنها بجانب كونها نعمة ابتلاء واختبار للوالدين يقول الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة الآية ويقولوا واعملوا واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة ولقد كان أسلافنا الصالحون الذين أنعم الله عليهم بهذه النعمة وأدركوا ما وراء شكرها والقيام بحقها من تتابع أجر وبقاء ذكر مهتمين كل الإحتمام بتوجيه الأولاد وتنشئتهم وتربيتهم على الإسلام الذي لا يضل ولا يشقى من تمسك به فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية يقول سبحانه وتعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتنا إلا وأنتم مسلمون ويقول عن امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا أي خالصا مفرغا لطاعتك ولخدمة مسجدك الأقصى فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ويقول عن إباده المضافين إليه إضافة تشريف وتكريم يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما الآية أيها الإخوة المؤمنون إن أولادنا الذين هم فلذات أكبادنا وزرؤ نفوسنا وأنس وبهجة قلوبنا بجانب كون وجودهم نعمة إذا صلحوا ونقمة إذا طلحوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم الآية إنهم أمانة ومسؤولية قلدت بأعناك الوالدين وربطت بزمامهم قلدت تقليد إيجاب وربطت ربط مساءلة ومناقشة وحساب يتبعه ثواب أو عقاب وَهُوَا مَسْئُولٌ عَنْهُمْ والمرأة فَأَبَوَاهُ يُهَوْوِدَانِهِ أو يُنَصِّرَانِهِ أو يُمَجِّسَانِهِ وَرَوَاهُ يَرْبُطُهُمْ يَرْبُطُهُمْ بِاللَّهِ وَبِشَرْعِهِ يُؤَهِّلُهُمْ لِلْلُّحُوقِ بِصَالِهِ آبَائِهِمْ أو شَفَاعَتِهِمْ فِي آبَائِهِمْ لِيَلْحَقُوا بِهِمْ فِي الْجَزَاءِ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ الآية وَمَا الْأَسَفْ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ أُعْطُوا أَوْلَادًا أَحْمَلُوا هَذَا الْجَانِبَ الْهَامِ فِي حَيَاتِهِمْ وَحَيَاتِ أَوْلَادِهِمْ إِهْمَالُ الْمُسْتَبْدِلِ الْأَدِنَى بالذي هو خير فمنهم من يمسي ويسبه ودنياه حمه وشغله وشغله الشاغل لا يكاد يلتفت إلى أولاده ولا من تحت يده ممن استرعاه إلا بقدر ما يلتفت به صاهب الحيوانات أو الطيور يدع لها كلاع وماء ولم يدر المسكين أنه بعمله هذا كتارك اللباب ذات اللباب النافع وجامع قشوره وأشر من هذا وأقبح من يأخذ بهم في تربيته لهم إلى ما يخالف فطرة الله التي فطر الناس عليها بل ومقتضى ما أمر به تعالى نحوهم قال الله جل جلاله قو أنفسكم وأهليكم نارا فيأخذ بهم ما أخذ العسيان أو العلمنة أي لا دينة والإياذ بالله سواء فعل ذلك هو مباشرة أو أسلم من لا حضانة لديه منهم في أقيدة أو سلوك إلى مرب أو مدرسة أو جامعة علم فيها هذا التوجيح رحماك يا رب نسألك أن تجعلنا ممن قلت فيهم قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين فيا إخوة الإسلام والإيمان يا زوى الآمال والمطالب العالية يا من تأملون أن تلحقكم دعوة ابن صالح في ظلمة ليل في خشوع نفس وضراءة قلب دعوة تخرج في مثل هذا الموت أو على سئيد طاهر في أمسية مباركة أو غير ذلك من أيام الله ولياليه الفاضلة تخرج تشق عنانا السماء وترفع أمامها الحجب فتكون لكم خير شفيع ولن تكون كذلك إلا إذا كان صاحبها مرب على فطرة الله على الإسلام على المثل والأخلاق الكريمة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له اتقوا الله في فلذات أكبادكم في مصدر من مصادر تتابع أعمالكم وبقاء نسلكم وأثركم النافع الشافع اتقوا الله بالتركيز في تربيتهم على إلحاقهم بمجالس وحلقات وأنشطة العلم الروحي فأبوابه والحمد لله مفتحة والفرس مواتية فشبابه في أفنية المساجد وحلق الذكر وأسقفة الخيام في الأطل وغيرها يتلقون من يريد الانضمام إليهم تلقف الأخ لأخيه والمحب لحبيبه والداعية المخلص لمدعوه فأعملوا على معانقة أولادكم ومساحبتهم لهؤلاء وأوسوهم دوما بما أوصى به لقمان ابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واقضد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير أيها المسلون عباد الله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم الحمد لله وحدا والصلاة والسلام على من لا نبيا بعد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا ينقوا مسلمين مسللا تاباين الله مبودة خطبان مدى قوديا واندى يحالي شمو أتكما في كاوان سورا كما يتربين تدم أكم بجري نتحا دبيا دأ الخيري واندى كيغممي إنا ميقوديا واندى دأيبوزوا واندى إنا ميشهدوا توالي لبابا يمبو تابيسا غتنجنتا سي الله شكالي واندى بوكين تاريا إنا ميشهدوا توالي لنبي محمد سلاسلام باباوان الله نيكمو منزانسا نيسيرا دأميني نينا الله سكارة باتا غرشي دألان شدى سهبان شدى ددوك واندى كسنتي ينا سورار مغانا وازيد فاكر وفمي يأيكي دمفي كاوان أبنده يجي باين حكا واندى يتعالى ينا يتعالى القرآن يتعالى يأو عندك إماني للي سيرت دكاون واندى يالون دكاو تيرو وطا وطا مكام شم ونو تر سون يمت نيدي دوار وص ونو تر ونو إرم ملا إكو ما سكاو سكاو ملا يتعالى 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا شكرا ستركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر